تحولت فرحة هذا الشاب بفوز المنتخب العراقي إلى ألم وحزن بعدما انتهى به المطاف في المستشفيات عقب حادث تعرض له مع ثلاثة من رفاقه عندما صدمهم سائق سيارة ولاذ بالفرار أنا أتشعر على الرصيف يعني بتقلبني مساق أول واحد عندهم صديقي أنا أتشعر على الرصيف ويكسر علينا ذاك صديقي ستاعد ججيا وستني جواه والآخر صديق الآخر الثالث ستاعد جزر الأطفال طلعوا يحتفلون بهذا النصر اللي قدموا منتخبنا الوطني من ضمن المحتفلين هو ابني طال خرج يعني من فرحته بالشارع وجاء هذا والسيارة دعمهم هو وثلاث أطفال من نفس المنطقة في منطقة موسى جديدة شارع بغداد العديد من العوائل الموصلية فقدت طعم الفرح في ليلة الفوز بعد أن تعرض أبناؤهم لحوادث سير وبعضهم أصابهم الرصاص الطائش الذي أطلق عقب انتهاء المباراة لتمتلي أردهات الطوارئ بالمحتفلين الذين لم يكن لهم أي ذنب بهذه التصرفات وبالرغم من توعد الأجهزة الأمنية في المحافظة بمحاسبة مطلقين نار في الاحتفالات إلا أنها لم تعتقل أحداً ولم تصدر أي بيان بعدها في وقت حول مطلق النار سماء المدينة إلى جبهة تحت ذريعة الاحتفال حوادث كثيرة صير الفرحة ما صره شيء اللي عبر عن الفرحة ما بهذه الطريقة الطريقة الهمجية أنه الرمي أشن الرمي هذه المفاقعات كلها ما إلى أي داعي أنت تفرح أفرح بالقلب أفرح الوطنك البلدك بالخير ليس تفرح بالإطلاقات هذا مو فرح هذا نوع من الاستهزار والاستهتار بروح المعطن في كل مناسبة تعيد هذه المشاهد نفسها ويضاف إليها السرعة والتفحيط في شوارع المدينة ويعزو مواطنون أن سبب بقاء هذه الظاهرة هو عدم الجدية في محاسبة مرتكبي هذه الأفعال وغياب الإرادة الحقيقية في تطبيق القانون من الموصل محمود الجماسة قناة التغيير